الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جادلوك فن أتلاف الثروات كثير كثير من الناس يتمتعون بهذا الفن فن أتلاف الثروات الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم هذه النعم بدل أن نجعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فيما يحبه الله سبحانه وتعالى كثير من الناس يتفننون بل أقول أحيانا يبدعون في إتلافها إبداء في إتلاف النعم من أهم مصادق إتلاف نعم الله عز وجل هو إتلاف العمر حقا أقول أحيانا الإنسان يستغرب كيف أن الشخص تمكن أن يتلف عمره في هكذا تفاهات فن فن أتلاف العمر هذه الثروة العظيمة التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا من هنا وهناك بسا لا يعرف الشخص ماذا صنع بعمره أين جعل عمره باب من أبواب إتلاف العمر النقاشات النقاشات التافهة أو غير المفيدة على الأقل نقاش في ماذا؟ في ماذا؟ في شيء تافه نصف ساعة ساعة الحديث عن ماذا؟ عن شيء ليس مهم أقل ما يقال أنه ليس مهم حتى حتى بعض النقاشات الدينية النقاشات المذهبية حتى حتى بعض هذه النقاشات وكم هي مهمة النقاشات الدينية والمذهبية مهمة جدا حتى بعض النقاشات الدينية والمذهبية من مصاديق إطلاف العمر الآيات القرآنية كثيرا حثت شجعت أمرت بالنقاش الديني بالدعوة إلى الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك أمر ولكن ترى في المقابل آيات قرآنية تنهى عن ذلك توجه توجيها آخر لا تدعو لا تدعو طوف غير الكلام كيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات القرآنية إحدى وجوه الجمع بين هاتين الطائفتين الطائفة الآمرة بالدعوة الطائفة التي توجه نحو النقاشات الدينية وبين الآيات القرآنية التي تبين أنه لا تدعو توجه توجيها ثانيا كيف نجمع بين الطائفتين إحدى وجوه الجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات القرآنية هو هذا النقاش المفيد النقاش الذي لا يكون إطلافا لطاقتك استنزافا لقدراتك ادخل فيه ناقش وفي المقابل النقاش الذي يكون استنزافا نقاشات استنزافية نقاشات تأخذ طاقتك فقط لا تدخل فيها متاهة هذه الآية المباركة التي توجنا بها الحديث وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وفيما لا لا تجعوا بهم لا تدخل معهم اللطيف أنه الآية السابقة على هذه الآية مباشرة فيها أمر بالدعوة أدعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بعد ذلك مباشرة يقول وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ادعوه ولكن إذا المسير انحرف إلى مجال ثاني خلاص اتركهم قل كلمة وامشي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كم حاجج كم بيّن لفرعون احتجاجات موسى ليست قليلة ومهمة جدا ولكن بمجرد أن الطريق كان ينحرف عن الجادة الأصلية موسى ما كان يدخل في الاحتجاج ما كان يدخل في النقاش فرعون شيطان فرعون أراد أن يحرف النقاش قال فما بال القرون الأولى موسى لا يعرف الجواب يعرف أعرف الجواب ولكن ماذا قال موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى وخلاص فرعون أراد أن يحرف النقاش موسى ما مشى معه وقف عند هذا الحد شيء الله يعلمه خلاص إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام حاجج نمرود وحاجج نمرود ودخل معه في نقاشات ولكن في بعض الأماكن لا ما كان يجيب على سؤاله ما كان يدخل معه في النقاش قال نمرود أنا أحيي وأميت ما هو جواب هذا الكلام هو الدعاء الألوهية والعياذ بالله تعالى دليله أنا أحيي وأميت الجواب على هذا الكلام أنا الإنسان العادي أعرفه إبراهيم بطريق أولى يعرف والجواب سهل والجواب واضح والجواب الناس أيضا يعرفون ليس جوابا صعبا ما دخل إبراهيم في هذا النقاش فورا غير قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وخلص قطع حجته لأنه طرح هذا الإشكال فأنا يلزم أن أدخل في هذا الجواب في جواب هذا الإشكال في رد هذا الإشكال لا ليس بالضرورة هذه معاترات الشيء الذي تريده أن تتنقضه هذا يبعدك عن الهدف هذا حتى في النقاشات الدينية لا فرعون قائد كبير كان بالنتيجة هدايته مهمة أو اسكاته مهمة اسكته من طريق ثاني ليس من الصحيح هذا الشيء الذي يقع فيه كثير من المؤمنين ليس من الصحيح أن يدخل الإنسان في جواب إشكالات إلا بعض الإشكالات النقاشات حتى المذهبية والدينية المهمة جدا النقاشات الدينية والمذهبية جدا مهمة مرتبطة بآخرة الإنسان حتى هذه النقاشات لا تدخل في رد لأي إشكال لماذا إشكال انطرح تسجل الجواب على هذا الإشكال لا اسبر ركز لا تكن من الهمج الرعاء كن مركزا اختر هذا الإشكال يستحق أن أجيب عليه حتى لو كان إشكالا دينيا حتى لو كان من شخصية كبيرة فرعون نمرود قائد كبير قائد الانحراف حتى من مثل هذه الشخصيات أئمة الكفر أئمة جهنم أئمة إيصال الناس إلى جهنم حتى مثل هؤلاء اختر الإشكال الذي تجيب عليه بمجرد أنه طرح إشكال في مواقع التواصل الاجتماعي تصدوا لا خطأ إطلاف عمر هذا أولا ثانيا ثالثا أولا هذا إطلاف عمر يا أخي عمرك ثمين لا تتلف عمرك في كل شيء لمجرد أنه إشكال يطرح فليطرح بعض الناس سينحرف إذا لا نجيب على هذا الإشكال حتى لو كان ذلك عمرك قصير اختر لعمرك الشيء الثمين ثانيا الإشكالات تنتعي أهل الباطل أكثر البشر كلام فاضي كلام خطأ إلى ما لا حدود له كم هي الإشكالات على الدين ملايين الإشكالات التافه البعض يصدق هذه الإشكالات فليكون هذا ليس عذرا أنني أجيب أنت لا تتمكن أن تجيب على كل هذه الكمية الهائلة من التفاهات إشكالات تافه يصدقها الناس فليكون إذا الناس ما كانوا يصدقون أكثرهم ما كانوا منحرفا فليكون أولا عمرك قصير اختر لعمرك شيئا ثمينا ثانيا الإشكالات لا تنتهي تتصور أن الإشكالات تنتهي الكلام الباطل كثير كثير تنشغل بجواب هذه الإشكالات بالضرورة سوف لا تتمكن أن تجيب على الإشكالات المفيدة المفيدة لك الجواب المفيد لك هذا ثانيا ثالثا وكم هذا خطير لماذا أقول لا تجيب على على كل إشكال هذا شيء جدا مهم التصدي للباطل كثيرا ينزل مستواك بدل أن ترتقي أنت إنسان بشر الله عز وجل أعطاك ثروات عظيمة حتى تصعد حتى ترتقي بدل أن ترتقي تقف في مكانك بل تنزل وهذا إن ركز الإنسان يراه بكل وضوح لأنك تفطر أن تنزل مستوى عقلك وفهمك إلى مستواه شيئا فشيئا شيئا فشيئا عقلك يكون في هذا المستوى خلاص إخواني جربوا أجلس مع طفل طفل في الصف الأول أعطي معه واخذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات شيئا فشيئا مخك ينزل مستوى عقلك ينزل تبدأ تفكر مثل تفكيره أنت أستاذ في الرياضيات تتصدى لجواب الإشكال من قال اثنان زائد اثنين يساوي أربعة تصدى لهذا الجواب وتصدى مرة ثانية وتتصدى مرة ثالثة ورابعة وعاشرة شيئا فشيئا مخك يكون مستوى عقلك يكون بهذا المستوى هذا الشيء بالنسبة لك بديه انتهيت من ترجع إلى هذا المستوى إذا كل فكرك صار الجواب على هذا الإشكال من قال أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة ثلاثة زائد ثلاثة يساوي تساوي ستة من قال وتعالوا أثبت وتعال منا شيئا فشيئا مستواك يكون هذا هناك أمور انتهينا منها نرجع عليها أنا هذه الأمور بالنسبة لي بديهية إصعد الصعود كيف يكون بالتركيز في نصوص شريفة في آيات قرآنية في أحاديث شريفة اصعد استغل استثمر عمرك في الصعود لا أنك ترجع إلى مستويات هذه مستويات بديهية يا أخي ناقش أناس ملاحدة مرة مرتين ثلاث مرات الملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل وجود الخالق فكرك يكون في إثبات هذا الشيء الذي هو من أبده البديهيات هو ينكر ويستشكل ويستشكل إشكال ثانية إشكال ثالث ترد هذا الإشكال ترد هذا شيئا فشيئا مخك يكون في أي مستوى عقلك يكون في أي مستوى في مستوى أن تثبت شيئا من أبده البديهيات هذا نزول أم لا ليس فقط ما ارتقيت بل حتى ما وقفت في مكانك نزلت ناقش الكفار الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وآله نبوة النبي بالنسبة لشيء بديهي مفروغ أنا أبحث في مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله أبحث في كيفية إطاعة النبي صلى الله عليه وآله أبحث في كيفية استخراج أوامر النبي صلى الله عليه وآله بدل أن تبحث في هذه الأمور ترجع إلى المرحلة الأولى تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأنه هو لا يفهم هو لا يفهم أنت تفهم أنت تعرف أن هذا الشيء بديهي انتهيت من؟ نناقش العامة في إثبات ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى متى؟ هذا الشيء البديهي ولاية أمير المؤمنين بالنسبة لك بديهي هو لا يفهم البديهي فليكون لأنه لا يفهم أنت يلزم أن تنزل إلى هذا المستوى وتنزل بالتأكيد الذي يتصدى لإنحراف فترة طويلة ويكون هذا همه الكبير شيئاً في شيئين ينزل بالتأكيد ينزل العقلك يكون هذا العقل كيف أثبت ولاية أمير المؤمنين أنت تحتاج إلى أثبات ولاية أمير المؤمنين عالم الرياضيات يحتاج إلى أثبات أن ينزل إلى مستوى اثنان زائد اثنين يساوي أربعة هكذا أنت صارت لا جوابهم مهم فليكن لا يهتدون بدون هذا الجواب فليكن أنت مأمور بهدايتهم ولكن في نفس الوقت مأمور بالصعود بالمعرفة المعرفة تخدم دنياك وآخرتك المعرفة تعدل سلوكك أنت قبل أن تكون مسؤولاً عنه مسؤول عن نفسك عن عمرك تسأل في يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته هذه ثروة ضخمة كبيرة صرفتها في أنه تثبت شيئاً بديهياً لك متى ترتقي إذن؟ أنا لا أقول لا نناقشهم أنا لا أقول البعض لا يتصدى لهذه النقاشات أقول اختر ناقش بمقدار ساعة وأصعد بمقدار عشر ساعات فكر في نفسك ارتقي هذا واجب عليك ذاك أيضاً واجب عليك كم الآيات القرآنية الأحاديث الشريفة أمرت بالمعرفة المعرفة كم درجة أنت في أي درجة من درجات المعرفة؟ نحن لا أقول نحن حتى الكبار مننا العظماء مننا في مستويات توجد مستويات أرفع منها بكثير نحتاج إلى السعود آيات قرآنية كثيرة أحاديث شريفة تنهى تنهى عن الدخول في هذه المهاترات مثلاً الله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ النقاش الذي يكون أولاً شرطان أساسيان مهمان جداً في النقاش أولاً النقاش يكون مفيداً لك ثانياً النقاش الذي لا ينزل مستواك ولا يُقِي مستواك لا يمنعك من التطور من التقدم الصعود بعض النقاشات تمنع إلى أحد معين لا تمنع أكثر من هذا صار تمنع مثلاً أقول ساعة لهذا عشر ساعات لتقدمك أريد أن أنظف الأرض حتى أبني على هذه الأرض متى ذلك تريد أن تبني إذا كل عمرك صرف في تنظيف هذه الأرض أنا لا أقول لا تنظف الأرض لا تزل الشوائب ولكن اعطي لهذه المرحلة شيئاً وثم ابني شوائب موجودة إلى ملع حدود لها طبيعية خلص عمرك ينتهي كم هو عمرك إبراهيم لماذا على نبي عليه وعلى النبي وعليه الصلاة والسلام لماذا ما أجاب نمرود على هذا الجواب فرصة فرعون قصيرة عفواً فرصة إبراهيم قصيرة ما أجاب نمرود لماذا ما أجاب نمرود لأن فرصته قصيرة الآن يريد أن يدخل في هذا النقاش خلص فرصته انتهت قال فإن الله يأتي بالشبس من المشرق فأتبها من المغرب خلص أنهى النقاش فبهت الذي كفر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم أن تهتدي نعم خذ بيده أيضا بالمقدار الذي لا يضرك لا يوقفك أما أن تنزل إلى مستوى لكي تأخذ بيده شيئاً فشيئاً أنت أصرت في هذا المستوى تفكيرك صار في هذا المستوى حديث شريف صحيح على الأصح سنداً عن هارون بن خارجه قال قلت للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما إننا نأتي كثير من المؤمنين كثير من المؤمنين المخلصين يقعون في هذا الخطأ أنا أريد أن أرد على إشكالاتهم يلزم أن أتعلم إشكالاتهم أتعلم إشكالاتهم هذا ليس تبريراً أحياناً قليلاً بمقدار لا يضرك نعم لا البعض يذهب في هذا المجال قلت للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديثة فيكون حجة لنا عليهم للشيء لهدف مقدس الهدف حتى تكون لي حج عليهم حتى تمكن من هدايتهم فطبعاً يلزم أن أسمع عليهم طبعاً في الجانب الآخر موجود أنا لا أقول الرواية الشريفة لا تأخذوا بأيديهم ولكن هذه الروايات أيضاً يلزم أن تلاحظ إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم فقال عليه الصلاة والسلام لا تأتيهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن من ألهم المشركة هذه الرواية في مقابل تلك الروايات الجامع بين الروايتين الطائفتين من الروايات ما هو؟ كل نقاش كل معلومة يا أخي انتقي اختار المعلومات التي تأخذها اختر النقاش الذي تدخل فيه سابقاً البالتوك والمالبالتوك الآن أشياء ثانية دخول فيه نقاشات بدون حدود بأي ثمن؟ بثمن عمرك ادخل بحدود تعلم آراءهم حتى ترد عليها بحدود القضية ليست مفتوحة بدون حدود عمرك أنت نفسك عليكم أنفسكم رواية شريفة أخرى صحيحة الحلبي قال سألت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل مسألة فقهية عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أي يعيد الوضوء تعلمون العامة جمع منهم يرون أن هذا الشيء يجب بطلان الوضوء أخذ الأظافر أخذ الشعر هذا عندنا لا يجب البطلان عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أي يعيد الوضوء قال عليه الصلاة والسلام لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء مستحب غسل المكان الذي قص الإنسان من شعره من أظافره أن يغسله بالماء مستحب هذا قال الحالبي قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة وفي إمان الله وخلاص هذا مذهبي أو بس لا تخاصموهم يقول لك لا هذا يجب بطلان الوضوء مذهبك هذا خلاص كن على مذهبك أنا السنة عندي هكذا هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كم كانوا يحاججهم هذا كتاب الاحتجاج هذا شطر بسيط من احتجاجات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من احتجاجات النبي أمير المؤمنين الصديق الكبرى الإمام الحسين الإمام الحسين إلى الإمام صاحب الأمر واحد واحد هذا كتاب الاحتجاج مجلدين صلوات الله عليهم احتجاجات كثيرة عندهم ولكن دائما كانوا يحتجون لا أحيانا كانوا لا يقبلون الاحتجاج أقرأ لكم رواية شريفة واحدة جدا عظيمة جدا جدا عظيمة الرواية الشريفة حقا تستحق هذه الرواية أن يجعلها الإنسان لافتة أمامه لأسبوع أسبوعين يتذكر كلما جاء إلى مكان عمله في مكان معين في غرفته يرى هذه الرواية حتى تتركز هذه الرواية هذا المعنى في ذهن الإنسان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كم هي نقاشاته احتجاجاته على الأعداء على الكبار على الصغار على أشكال من الناس مؤمن غير مؤمن احتجاجاته على حكام احتجاجه على عمر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام آنذاك كان لعله في العاشرة من عمره الشريف عمر كان على المنبر احتج عليه احتجاجاته على أثمان احتجاجاته على معاوية رسائل غيرهم احتجاجاته كثيرة ولكن أحيانا أيضا ما كان يدخل فيه احتجاج اسمعوا هذا الهواء الشريف روية جدا عجيبة جواب الإمام عليه الصلاة والسلام حقا هذا يلزم أن يكون ثابتا في أذهاننا ومرنا يمضي بسرعة بسرعة الإنسان يغمض عشر سنوات راحت يغمض مات الإنسان استغلال هذا العمر استثمار هذا العمر في الشيء الصحيح لأنه يريد أن أناقشه وأدخل في نقاش لا روية أن رجلا قال للإمام سيد الشهداء الحسين بن علي صلى الله عليه وسلم عليهما اجلس حتى نتناظر في الدين دين فقال عليه الصلاة والسلام يا هذا أنا بصير بديني القضية عندي واضحة أنت ما تفهم أنت روح تتعلم خلص قال عليه الصلاة والسلام يا هذا أنا بصير بديني مكشوف علي هداي الهداية أنا أراها بوضوحه فإن كنت جاهلاً بدينك فاذهب أطلبه ما لي وللممارات أنا مصوبك نناقش في الدين النقاش له فائدة نناقش النقاش لا ينزل مستواك نعم أما نقاش لا فائدة فيه أو ينزل مستواك لا تدخل النقاش مثال وهذا الخطأ نقع فيه باستمرار هذا في النقاش الديني فكيف بنقاشات أخرى ساعة ساعتين ثلاث ساعة نقاش لا يعلم الإنسان في أي شيء جهد طاقة عمور تحريك الذكاء في أي شيء أقل ما يقال فيه أنه لا فائدة فيه لماذا هذا تفنن في إتلاف الأمر إتلاف هذا الثر والعظيمة إخواني ما احترام البالغ البالغ لكم كثير مننا اسمحوا لي أن أقول أكثرنا نقع في هذا الخطأ والعمر قصير قصير جدا يا أخي انظر إلى عمرك كيف مضى كم كان عمرك الآن عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة سبعين سنة كيف مضى العمر هكذا يمضي هذه ثروة عظيمة اسرف عمرك في مجالا يرضاه الله عز وجل اختار اصرف اصرف ذكائك قدراتك نعم الله عز وجل اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ورب الشفع الكبير والنور العزيز ورب التوراة والانجيل والزبور والفرقان العظيم أنت إلهي وإله من في السماوات والأرض لا إله فيه ما غيرك وأنت جبار من في السماوات وجبار من في الأرض لا جبار فيه ما غيرك وأنت ملك من في السماوات وملك من في الأرض لا ملك فيه ما غيرك أسألك باسمك الكبير ونور وجهك المنير وبملكك القديم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي صلح به الأولون والآخرون يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي لا إله إلا أنت صلى على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري يسرا وفرجا قريبا وثبتني على دين محمد وآل محمد وعلى هدي محمد وآل محمد وعلى سنة محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام واجعل عملي في المرفوع المتقبل وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك فأني مؤمن بك ومتوسل إليك منيب إليك مع مصيري إليك وتجمع لي ولأهلي ولولدي الخير كله وتصرف عني وعن ولدي وأهلي الشر كله أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض تعطى الخير من تشاء وتصرفه عن من تشاء فمن علي برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء عظيم مختصر لعله لا يأخذ من وقت الإنسان اللا دقيقة أو دقيقتين يدعى به عند الإفطار قبل الإفطار الإنسان يدعو به هذا الدعاء الدعاء موجود في كتاب الدعاء والزيارة في بعض الكتب الأدعية طبعت الدعاء أيضا لمن يريد هذا الدعاء دعاء مختصر ممكن إنسان يجده في الأجهزة الذكية هذه دعاء يدعى به قبل الإفطار ومطالب مهمة الإنسان قبل الإفطار يطلب من الله سبحانه وتعالى هذا من المستحبات أن يطلب من الله عز وجل طالبات هذه الطالبات الموجودة في هذا الدعاء العظيم الذي نقله رسول الله لأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما مطالب مهمة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى إلهي أنت كما أحب إلهي اجعلني كما تحب اللهم أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب اللهم لا تفارق بيننا وبين محمد وآله طرفة عيننا أبدا اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة